سؤالا غريب بفاهد ليش انت كيوت انت تحب لي بارك كاميرا تعالي تعالي تحجولي بالصجة السلام عليكم الله بالخير يا رابع شوكم وش اخباركم رجعنا لكم بحلقة جديدة من الهب توك الهب اللي انتوا راح تسولفون معنا في هالمرة محن راح تسولف معاكم هالمرة راح يكون كمية اسئلة موجهة اسئلتكم راح نجاوبة هذا الهب توك هالمرة معاكم بجريد بفاهد بعتيبي بعرب بحلقة جديدة طبعا هو بعرب كلها ساكت موجود فنفس الشي ما عارب الصورة المختارين هنار شوف القاعدة شوف البوز انت يا سلام شايت في عورني وانا طالع بعرب مسافر موجود بالقلب بعرب موجود معالا حاليا بعرب راح نبلش معاكم على السريع عشان ندش على طول بأسئلتكم شو لعبت لويجيز مانشن ثري شوف افضل العب عائلية لعام 2016 تستاهل الحين فعلا اقدر اقول تستاهل انا شاريها من زمان لكن ما يعني ما يتني الفرصة ان انا لعبها قلت باجربها قبل اربعة يام قلت بضيع وقت لعبتها فعلا لعبة ما تقرد تهدها لعبة يعني فنية بكل النواحي رسومات يعني صدمت ان رسوماتها سواء شكعت سوى اشتغل قول قلت برشم يعني سواء هاندهلد ولا بالتلفزيون الرافيكس نار القصة يعني ماكو قصة يا جماعة الرافيكس نار الرافيكس نتندو هتحطهم بالكام الرافيكس دا ويتشار ماذا ريشونو على هاندهلد على جهاز محمول وايد قوي فرايمات ثابتة ايه ثلاثين فرايم القصة عادية اماما قصة انت فندق مسكون نفس الاول والثاني بس الابداع فيها الحركات اللي انت تسويها مو بس تسحب القوستس بالمخمة طعا 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 قويجي قويجي بروحها قصة اللي هو الاخضر اللي طلعوا اياك اللعبة وايد حلوة اشباهتنا ايه هو نفسها نفسها بس انه يكون بالمخمة وراء يصير نفسها عصارة يطلع شو شو عصارة عصارة الشي اسمه انا وايد سمعت انتقادات ان عيبها الوحيد ان مدتها قصيرة انا اللي حما خلصتها هي اللعبة شنو النظام فيه اسنصير فيه الطوابق بالاسنصير دقهم هذي اللي بالاسنصير كلهم يضيعون عرفت انت بالبي ون بس لازم تطلعهم شنة ثنعش واحد معروف يعني انا بست ساعات طلعت لي عشرة يعني باقي لي ثلاثة معقولة يعني اللعبة ثمان تسع ساعات انا اقالولي ثمان تسع ساعات عادي شو المشكلة اذا انت لاش زعلان علي تحليش قاعد لا اوكي بس عادي يعني شو المشكلة اي 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 شو المشكلة شفيك شفيك انت شفيك بعرب شوفها فأتوقع عنها كصيرة بس الافكار اللي فيها الله وايد قوية بس وبس حلو مفهد لعبشي او ما عبشي والله طيب الصوج ما ما لعبشي ليش شغلت شوي لانه قاعد يلعب ديستراندق من تنتين الظهر لي ثلاثة الفيه لا لا شكذر باقيلك على البلات بعد باقي هو كم واصل بالمئة تروفيات ايه ثمانية اربعة ثمانية تشنا تقريبا انا شون خلصت اول مرة وشي سبعين انا شم تبين عندك انت تعرف تروفياتي اكثر مني زين لا اوه ترى مشكلة بالتوصيل ترى هو ستوكر يهي المكتبة ليش قاعد تلعب اللعبة الفلانية اشتبي اعطيتك لايك على اللعبة لا 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 كلش زين هو مشكلة بالتوصيل انك تروح توصل لازم توصل كل النجمة كلها توصل فوق ستين ستين وصاعد ازعين ولازم عشرين التوصيل هتكون برايم والله لا يبلانا ببعض التروفيات ازعين والله وبعد لازم كل شلتر لازم يكون فل ستار يعني كلهم نجوم فل توصلهم انت الفل ستار انت ماي سوبر ستار ننطر لحين شم سنة عام مايخلص تلعب تدري انك لتياكوزة لا 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 لعبت اللعبة اسمها يومواري تنا ما نرى عليه هي من استوديو ياباني هي لعبة صغيرة انت من لكنك مشكلة مع اليابانيين هي استوديو اسمها يوموامبي يومواري ما اسمها اسمها شي شي لا جهاز لعبت على البلايستيشن فور نزين كان سعرها الدولار وشي شي شرأت رأي اه جوك بس اللعبة اللعبة اللعفق اسمها مو واو يعني اللعبة نفس نظام اللي يصير شوية من فوق ورسم أنميشن عن ثنتين يروحون يشوفون فوق الجبل يشوفون العب نارية ومرادين يفترقون يضيعون فيروحون المدينة بالليل فيطلعنا المدينة بالليل غير مدينة الصبح ويكون بالليل فيها سبيرتس انت تحاول انك انت ما تموت ويكون فلاش لايت وياك وتنتقل من شخصية لشخصية عشان انك تطلعهم وتخليهم يوصلون لحق بيوتو اللعبة فيها هي جزئين انا لازلت اول جزء لعبتها ما فيها voice acting ويطلع كلام تاعد الشيء اللي عجبني انما تشغل اللعبة يقول لك تراها يفضل انك تطاف الهتات او هي تلبس سماعة تقول له اوكي لكن تلبس سماعة تقول له ايه لا توقع عنك عن الشاشة تقول له اوكي اكيد ما توقع عنها هذه لعبة هم لعبة ايسي هم شيء قاعد تكلمك اللعبة قاعد تكلمك ايسي لما تروح يمين يقول لك روح سيدا تروح يمين يقول لك انا قلت لك روح يمين انت ليش رح تزيدا صحي فهذه اللي قاعد تلعبها الحين شوية نغير من المود ياكوزا شوية اوكي اوكي خلص نسأل بعرب 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 شوية بس خاص جاوبت جاوبت عنه حلو في لعبة بمانك انت قاعد تلعب العاب روح بالشديد بلستور مجرب لعبة اسمها كونا كونا اللي سوما غصدك كونا لحظة اللي نزلها بعد ما تخلصها يوموامي يومواري يومواري لعبها لعبة اندي موجودة بالسرع وادحة اللي رح تعجبك لا مو رعبة مثل survival يا فرس بيرسن بكسل بس مو بكسل مربع شوية رسم عادي جدا وهذه ترى يومواري مو بكسل رسم بس اننا شكلها اللي صورة ريول شنقا أيهم صورة ريول هي يعني survival horror شوية عندي ايها بس ما لعبت حتى في لعبة اسمها white ماضي white buster لا night white أو شغلات شدي white night white night 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 اي اي هذي لعبتها من الزمان هذي اللي رسمها كله بضوصد white حلو هم حلوة رعب بعد في بلان لعبة لياية شنو بعد هذي يومواري مالتك انا عندي اي حاط لك اللعبة ثانية بعد ما اخلص الثاني نزين اخلصها هو لعبة لزة الثاني و بس هذي اللي حاطة بالبالي برد اكمل دويتشار الله بعد ما اشبت المسلسل ديككسل في المسلسل صح انا يا جماعة لعبت دويتشار ممكن ثلاثة الى ربع ساعات بس لا لا ولا شئ لا 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 انا اللعبة لما خلصتها total play time one week ما ادري حزاتها بس ما ادري شنوششششغريب اللي خلاني وما اكملها معانا اللعبة اوكي متل جير فايف نزلت وقتها بضبط انا خلصتها بس ما لعبت ديكسيات ولا انا شنو اللعبة اللي ناويت لعبها بعد دستراني والله وايد وايد تكون نازلة ممكن لست بس مشكلة ماكو وقت يا جماعة في لعبة في بالك بعد دستراني ودي أخلص من ياكوزة من كذرها سمعت كلام عنها ودي ألعب ياكوزة هاضي قلاص ودي ألعب ياكوزة ومشكلة هم عندي ألعاب ثانية وعندي need for speed وعندي كنترول لحد حين ملاعبة ما مداني اعدل أنا بعد ما أخلص لويجي بلعب كونكريت جيني موضوع حلقة طبعا قلت له موضوع حلقة اسألني اسألنا اسأل الفريق اسأل الفريق اسألني وشي نزيل نبلش أول شي مع مشاركات الناس بتويتر اسأل الفريق بعد تسالين بعرب شي طرح بعرب هو هذا بعرب ساكت اي اي نبلش مع أول تغريدة من أخونا عبدالله ظافر شنا في أسئلة حاجة ما يعني شنا شوي أنا قاعد أشوف التغريدات الوحدة هطوا والله كاتبوا نسئلونا هذا منجاوب كثر ما نقدر إن شاء الله أخونا عبدالله ظافر يقول سلام عليكم عليكم سلام 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 سألي لفريق الهب وش طموحكم في سنة 2020 وسلم لي على أبو فهد ولا يهونون الشباب وشكرا لكم أخوكم من السعودية تحياتي عق أخونا من السعودية وسؤالك جاوبنا عليه بالبودكاست الإطاف كلنا اللي هو توقعاتنا 2020 غصدة شنو تقوم بتستقرب ذهب طموحكم طموحنا طموحنا بالعامل الجيمز ولا طموحنا ذهب الهب طموحنا بالهب إن إحنا أنا بصراحة ما أشوف إن إحنا نبي أوكي صج الناس تابعي أرغام تابعي مشتركين بس تفاعلوا الناس معنا الضبط وإن الناس يحبون صح البودكاست الناس التولف هذا شي حلو يعني إن شاء الله رح يكون بخلص فاهمك فاهمك خلص ولا لا فاهمك بدون ما تكمل أنا فاهمك يعني اليوم الشيء بالشيء أذكر حلو شنو شنو أنا بودكاست طاب شنو قلت رونا خالق رونا خاكي اليوم برحنا نوع تابعي نخلص مع عمله بأحد الدوائر والله كتفايلونه فالموظف المسي عليه بالخير إذ كان قاي تابعنا طلعهم أحب البودكاست وقاي تولف معاني على البودكاست فهذا شي حلو صراحة شي ونس يعني لنا ناس حبيني شي لعنق عن غد ما هذا شي وايد حلو نتمنى نحن نوصل لحق قاعدة جماهرية أكبر حلوة جماهرية حلوة مرونقة شوي مرونقة الجماهير الشي هذا بيتكم أنتم تسوون شهير تندعوننا عند ربعكم طبعا شاذبوا شوي يقول هذي أخوش ناس وشاذب شوي في النهاية هو أهم شي دعمكم يا جماعة يعني من انحرمش وبعد في عندنا شسم إن شاء الله سنة جديدة راح تكون يعني راح نعدل شوي من برامج راح نشيري شوي برنامج معين ندخل برنامج تاني يعني على حسب نشوف شنو الأنسب راح نغيره شوي يصير في أبديت على القناة أبديت على البرامج يعني تحديثه بشكل عامل راح نصير كله بودكاست لا في بودكاست وفي برامج تاني وغير المراجعات وغير من الأمور اللي تطلع لنا بالصدفة يلا هروح لبعدها تغريدة اللي بعدها من أخونا صالح المران من البحرين يقول متكتم هو قاعد يجاوب على سؤال حقا لطافت آه أوكي بس ما سأل لحظة خلنتأكد إيه ما سأل قال أنا كتبت كومنت عن الحلقة اللي طافت أخونا أقلي تشيكن الدعاية القبيحة الدعاية القبيحة يقول شنو المسلسلات اللي تتابعونها حاليا وتحية خاصة لبو فهد ترى مدافع لي يقول بين قوسين ترى مدافع لي صبا كده ما قل هنقول مدافع لك أنا شفت خلاص دا ويتشر وشفت ديكومنتري على نتفلكس اسمع دونت طوت والذكات اي شفتها أنا بس ما شغلتها حلو وايد عجبني هو ديكومنتري واقعي يتكلم عن واحد مجرم بلش مسيرته بيوتيوب اه 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 بو فهد شنو قاعدت باب الحارة اي اي انا وين وششات انا كمان رقع سكعي سوله بلو جروب عن رأفة الهجان رأفة الهجان رأفة الهجان ابدايت وفادي ابيلك ابدايت لان اعيش في جلباب زوجيت صح لا مو هنا بعرب ما قاعدت على شي بس ثلاث حلقات من دويتشر بكملة والله بكملة بعرب قرب المايك ادري ادري نزين خلاص بكملة انت شن طلعت ثلاث حلقات من دويتشر لا نص الحلقة الاولى وما كملتها نمت الامانة بشوف 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 دويتشر 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 لا 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 غلط غلط خلط اللي قلتها دويتشر 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 انت عندك نيتفلكس لا ما نريخل انا ما عدي وقت فهد ملاحق على اي ار تي اي ار تي اللي كل واحدة لون ايوه اخونا ريو يقول افضل بطل بالنسبة لكم بالنسبة لكل واحد منكم ويعطيكم العافية على مقاطعكم الممتعة بكل امانة مقطع منكم كافي انه يصنع يومي تسلم يا اخو هذا الكلام يا اخي يثلج الصدر انا بمشي لا امشي معبر نزل شنو احسن البطل عندك انا عندي بيك بوس انا بعدي بيك بوس من الاخر لا تحذب انت لك ما رقح لسنيك سول سنيك لا لا بيك بوس شوف وايد بالنسبة لي بس يمكن احلى واحد لا لا مو احلى واحد شكل احلى واحد احلى واحد انت مرح تتزوجها لا لا احلى واحد يعني كخاركتر كقصة من عالم اللي عشت لحظة عشت الدور مكانة ايه بس اخاف تفوني غلط حي تقول لش حق اخترت هتقول لي لارا كروفت لا لا كريتوس عمالك ما انا بزوي نفسه لا مو نفسه مو مسألة نفسه كريتوس ايش اخصية غديم ويديدة كلها كامل اسمه كريتوس البكتش كامل البكتش كامل بس تغير لا تقول نفسي اغير انا او اتغير انت انا اغير يلا سنيك انت يا حين ما خلص تجابتك الدور الاخير مع الكريتوس كان وايد هادي هذا كان هني بعد فجر المشاعر عرفت خلاص كبر ريال شي بتاع وطق نقال بس وذبح نقال بس بس كافي ماما اوين كافي دمر نص اللعبة بس كافي حين ولده بيكمل وانا اذا عندي اختيار ثاني اختار مجيمة او صح كيريو او مجيمة كيريو مجيمة قروا مجيمة التغريدة البعدة ايضا من اخونا ريو يقول اسوأ ثلاث العاب هادي السنة مو شرطة تكون سيئة لا بس يعني كانت محبطة او ما كانت قد التوقعات وتحية لابو جريد هلا بالحبي مدفوع مدفوع لك اخي من الاخر دافع لهم المحبة ما شاء له زين اسوأ ثلاث العاب جاب 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 ليش انا كل اول واحد زين بفهد اسوأ ثلاث العاب بفهد كاي سيرش يعني فاتح لي اموجي ماش قاعد تسوي والله ما ادري يعني ما اذكر ما اشوفها وايدة بالنسبة لي في العاب سيئة يعني يمكن في لعبة اسمها رود ريج رود ريج رود ريج اما تنا هالسنة ده ما خلطني سياكل سياكل ممتتلعب سياكل لا لا اصلا اصلا اللي اشتغلوا اللعبة اصلا ضيعوا وقتهم على هاللعبة لا حجي اللعبة تازم اذا بتكلم عن اسوأ لعبة بدون منازع ليفتا لايف جيتونية بقوله ما يصدر كله نفس بشي شي احنا اوكي دبل دبل اي ما جربتها انا بس اقدر حطها ما علستها يعني كونترا ما جربتها رود ريج كل خطوتين اللعبة مو غلط قمة الغلط مزيزين بفاية دقيقة دقيقة ليفتا لايف انا كنت حمس لها حلو لانا نفس اللي سوا ارمورد كور تذكرونها ارمورد كور تذكر ارمورد كور العلين ورن الصور نفس اللي سوا ارمورد كور سوا ليفتا لايف ورسام شنجي لا يوجي شنكاوا يوكي شنجاوا لا انت ولا هو صح يوكي شنجاوا يوكي شنجاوا فقلت الله والرسم والموسيقى الموسيقى يا رجل والله بالترايلر جبارة تلعب؟ ورب الكعبة ماني قادر ماني قادر اكمل عشر دقايق شنو اللي انا واقف ورا الطوفة قاعد يذبحوني ايه قاعد يذبحوني كابكم مستحيل اي كابكم انت مو كابكم سكوير سكوير لا اه سكوير 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 صح 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 اللي صورت لها قلت لي اه والله يا جماعة قلت له من يبيها جواب ما حد يبيتش انا قلتها بالزبالة هشاكو لا سيئة سيئة ستحية اللعبة مستحيل اللعبة سلثة مستحيل تمر مغير ما اشوفك مستحيل رح يصيدك حتى لو انت قاعد قاعد تصحاب قاعد رح يشوفك الاي اي غلط انت من خش ورا الطوفة رح يرميك الاي اي سيستم غلطي الحوارات 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 مستحيل والله العظيم اللي انت حقد عليه خليه لعبه بعرب ما لعب شي ما لعب شي ما لعب نفسي بلعب بعرب 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 نفسي نفسي صح وكنا بريوردر بعد والله لك مسكي انزين التغريدة اللي بعدها من اخونا جيمز لوفر يقول في ذاكرتي ابو عرب كان مربي شعره زي ماوكلي او طرزان الذاكرتي صحيحة ومغلوطة تقدرون تحطون صوركم وانتو صغار هذي صعبة شواء انا عندي موجودة الصور صورتي ما قاعد بلاي ستيشن انا ادوزلك صورتي استعملتك مابي صورتي انا ورزليل اش حالاتك انا مادي لدي عندي صورة ولا لا بس وصح معلومتك صح في صورة لك اللي واقف على البحر صغير صغير قاعد ابتشي غصم صورين والله العظيم ان حطيتها اطلع مو من الهب اطلع من الديرة انا صغير وقاعد ابتشي ظهب صورين غصم وصح معلومتك اخوي بعرب اضحك كان شعر طويل وصح بعرب كان شعر طويل خلاك الحماس اخونا سلمان شيخ يقول انا احب اقول لكم انتو اعظم جيمرز في الكون يا غاعد راسي اخجلت ومتواضعنا وراك على اليوم شفيني شفيك عندي طلب ارجوكم اعملوا من التشيرتات اكس 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 ال احنا ندري ان اغلب الجيمرز جسمين ثلاثة اكس ال اخوكم دب شوي وتحية خاصة للعمدة الغالي عمات ان شاء الله راح نجهز التشيرتات ويعني فيه اشياء ثانية كامل المقاصات ان شاء الله دكتور سام بحرين يقول قواكم الله يا الربع وتحية خاصة لبعتيبي اي لعبة تتوقعون بتفوز بلعبة السنة لعام 2020 وليش؟ صعبة حين اقول اتوقع انا ما ادري شنو باجل الالعاب اللي بتنزل 2020 بس انا اتوقع سايبربانكي اتوقع الكمبين ما لها والله ما ادري ما اقدر انا اقول بس ان شاء الله خلنبسط السؤال نقول مثلا لعبة يابانية او لا لا مو لعبة يابانية من الالعاب اللي تعرفها بتنزل 2020 تطلعت سؤال ثاني ما بسطت شي صعبته الالعاب الكبيرة اللي بتنزل 2020 شنو عندك ثلاثة روزن تيفل، لاست بس، سايبربانك غوست اوف سوشيما من هذي الان اتوقع مبدئين مبدئين اخونا علي فرص يقول سلام عليكم شبابي اعطيكم الف عافية ما عندي سؤال بس حبيت اقول لكم الله يوفكم على المحتوى الرهيب اللي تقدمونه وحرصكم على الجودة وانا من الناس اللي تارك الاستماع لأي بودكاست لكن بودكاستكم رهيب وروحكم الحلوة تخليني حريص على الاستماع والمشاركة في كل اسبوع واستمروا في تقديمكم في تقديم الابداعات هذا الكلام اللي يوانس ياخي حضوركم معنا في البودكاست هذا بالنسبة لنا هم شرف وناس وهم يعني اخوة بيننا وبيننا اخونا هاون يقول السلام عليكم وكيف الحال السؤال موجه للكل اذا في مجال تختار لعبة واحدة يسمون لها ريميك شنو اللعبة غير سايلند فل وهو قاعد يقول موانق اقول لك مفهد سايفون فلتر حلو وجريد غير سايلند فل بتلقيري على صخر حلو اللي بعد اخونا عزوز عزوز اللي طليحي فان مطلق الجريد شو لا لا استحيتها قامي رجع وراء فاتح أكاوت أخونا هذا مفرد دفع الهويد دفع الهويد دفع الهويد دفع الهويد يقول السلام عليكم يا شباب يا شباب وبيض اللي وجيهكم سؤالي محمد العتيبي ما يصير أخونا انت ضربت الرجل الأول في الهب ما في رجل أول في الهب كلنا الأوائل في الهب ها رجل أول وأفضل أنيمي تابعته يا أبو عتيبي أفضل أنيمي بالنسبة لي هو هو سمع الاسم بما أن أسألني مطلق قوله هوكتونونوسي أنت قاستوي سحر؟ الاس ما في أنا شي قلت لا اس ما لقط ما لقط ما لقطه من السراء من الدولة فست قبضت القطب الجنوبي الشمالي مطلق أجاوب على جايفر صح لا صح انت كلها تقول لي كاييفر عدان ولينا وادي الأمان لا 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 مو صاب الأنيميات طمطوم الرغيف العجيب صجعت قبل كنت يدلي فترة وشغلت اليوتيوب وطالع بمبايد قديمة سويت نفس الرغيف العجيب اني هاد دوائر كعبول آخر شي أنا ما أتابع ما أشوف الأنيمي كابت الماجج الثالب كما كبر الهداف حسسني هو صغير يطالع أفلام أكشن لا لا بس بس الحين بالجيل الحالي كبر على رامبو بفهد بس بجيل الحالي ما أتابع هالأنيميات أسوالي ألي تذكرها ومو آخر الألم يمكن الوحيد اللي شفته كامل أفرو ساموراي عشان اللعبة حجي أنا إذا بتكلم عن العربي أنا كنت طالع أمر المقنع كان كل أسبوع بيشتري اليام المحل الحزام الأزرق اللي بالريحات كان ونطالع عن أخوي بعدين نلعن خير بعض نطبق على بعض شوف إذا بتكلم عربي ماكو شيء يضاهي أشقيك مصطلحات ماكو شيء ضاهي اللي هو الأحلام الذهبية بالنسبة لي وين هذا حكاة عادرية وأحلام الذهبية ماستاذ زرقاء وشو اسمه رحلت عن نابة رحلت عن نابة رحلت عن نابة طوية رحلت عن نابة رحلت عن نابة كنت أطلع من المتحان بسرعة بحل بسرعة بس عشان بس أطلع ألحق على البباي الصفح رحلت عن نابة بقوري أيوة سنطير اللي بعده أخونا في راس الكثيري يقول رأيكم في اليوتيوب العربي الفترة هذه للأمانة أنا بجاوب عن نفسي جاء بي ممكن شوية غريب لكن صريح ما أتابع ولا قناة عربية يعني من زمان من أول ما بلشنا هذا المجال عان عن نفسي ما أتابع ولا قناة عربية حتى قنوات أجنبية نادر ما أطالع بس مو اللي أتابع ومشترك فيهم أنا ما أتابع مطلق والله الوضع اليوتيوب العربي في ناس قليل اللي مهتمين بمحتواهم وقاعد يكملون بمحتواهم بس الأغلب صار أن يالك لك بيت مقالب أو الشيء اللي ما أحبه اللي هذا فلان يتنازل على هذا هذا نازل الدس على هذا هذا مثلاً ينتقد هذا بطريقة مو حلوة هذا يطقون بعض هذا الشيء اللي ما يعجبني الفترة الأخيرة زايد في غنوات عربية ثانية تقدم التحديات بالأكل وأكبر ما دي شنو وأصغر ما دي شنو ويقول لك نقدر نقول شطة عن الموضوع شطة عن الموضوع شوف يعني في ناس يعني في شيء الناس يعني مو فهمينه أن اليوتيوب صار بكل بيت عند كل عمر عند الصغار عند كبار هذا يحد صح والناس الأصغار بالعمر يقتدون باليوتيوبر اللي يحبونا باليوتيوبر اللي يحبونا يعني أنا عندي واحد من أهلي كان يتابع يوتيوبر أجنبي يسوي دقات دقات أغوية مهينة فكان يسوي بأخوانا دقات شذيه و هذا اللي يحط كتشب و ستشين و طايح و ما ادري شنو الناس التأثر يعني أنا عشان شيء ما أحب التحديات و الأمور هذه أختنا سارة اكس او بي تقول التابعون أنمي و ذئي إيش الأنميات اللي يتابعونها هالفترة جاوب لا أنا ما أتابع هالفترة أنا آخر شيء شفت لما شاب 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 شريكنا شاب قال لي عن أنا ما كنت أكمله من قبل فكملته أنا الفترة الأخيرة اللي أشوفها اللي هو حلو أنا ما أحب أنمي فوق المية الحلقة شغل ألفين ثلاث تلاف حلقة ما يفهمها خماسي بعد العملاق خماسي بعد العملاق بعد العملاق زين أنت أبعارب شنو شنو تتابع آخر شيء قوجي موجي هذا هذا أنمياتكم شيا ساميها قوجي موجي أنمياتنا إحنا ليش مو إحنا اللي يرغم سوينهم قوجي موجي قرقولة ما يشو سمونا طاف طاف صار قرقولة ما نو تقع تقول هذا اسم تولين غان غريب غان غريب أخونا عمار البادر يقول أحس كابكم ممسوين ريميك رزدنت الثاني والثالث عشان يجمعون ميزانية حق الجزء الثامن استحيل استحيل عشان كذا اشتغلوا عليهم بنفس الوقت إنت وش رأيكم استحيل كابكم 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 من الشركات اللي قديمة وبالمجال هذا معروفة فما راح يسوون ريميك عشان يمعون فلوس لأنهم ما عندهم مناقصهم ميزانية توقع ما توقع أخونا فيصل يقول سلام عليكم ليش أكثر الحسابات العربية المعروفة للألعاب واللي بعضها لا تواصل مع بعض الشركات ما يبادرون في دعم الألعاب لللغة العربية يعني على سبيل المثال لعبة رزدنت ايفل ثني ريميك ليش ما يبادرون مع الشركة والتواصل معها في هذا الموضوع ولا ينطرون حزة الحزة ولا ينطرون حزة الحزة ويقولون للأسف ما في دعم والله أنا أشوف يعني احنا به المجال من 2013 هذا التوجه شركة الشركة شافت شون يشوفون إذا اللعب هذي قات بيع بشكل كبير الشرق الأوسط الشرق الأوسط السلسلوه هذي قات بيع بشكل كبير يصير في دعم لأن اللي يعرب الألعاب هما الشرق الأوسط كلها فلوس يعني كلها والتعريب يقدموا عالوسوا وايد ومجهود فاليوتيوبمرز ما لهم في شغلة ما لهم تأثير قوي على الشركات الكبار في شغلة هذا من وجهة نظري طبعا احتمال يعرب اللعبة وتعريبها يفشل يعني مو مضبوط واحد في ألعاب تعربت وكانت سيئة بالتعريب سيئة بالتعريب وفي ناس تنزل اللعبة معربة ما يشتري معربة يقول شايف بالتعريب تغريدة اللي بعدها من أخونا بو خالد بو خالد بو خالد بو خالد يقول السلام عليكم وتحية للحبايب والغاليين جدا وعليكم السلام بو خالد ديتنا المكتب مرة واحدة وما شفناك اختفيت لو خيروكم باختيار ثلاث ألعاب بس يسوون لها ريميك أو ريماستر من الجيل الماضي شون راح يكون اختياركم وشون السبب لاختياركم الجيل الماضي الجيل الماضي تتكلم يعني جيل البلايستيشن 3 والأكس بوك سري 6 شادو أوب ده دامد واحد بفانكوش ريميك هو قال ريميك أو ريمانستر بفانكوش يكوزا 5 ريميك بفاهد خربت الحلقة كلها انت لا من اول حلقة شايلان 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 انا اخترت بفانكوش شادو أوب ده دامد يكوزا 5 حلو بفاهد لا عشان ما تقول لي ترى يكوزا سوولها سوولها اجدي انا بريميك ان شاء الله تعالى مركب ديمان سولز ديمان سولز دارك سولز 1 دارك سولز 1 دارك سولز 1 موجودة سوى ريميك ريميك ديمان سولز ديمان سولز على سيفون فلتر لا انت رجعت 16 جيل بلايستيشن 3 ديمان سولز حلو ما اذكر بعد شن فيها وديمان سولز وديمان سولز بالنسبة لي ها ازره ازره انا يعيب اقولها اشور الزراث اشور الزراث كل حلوة اعلى ناس مفهد ازورة ترى المتابعين قاموا يتنزون علي ان انا عد البدليات و هادي موعي موعي اشور الزراث اشور الزراث شنو عندنا بعد اساسن كريد الثاني اساسنز كريد بلا سواها سواها جدا الريماستر سواها اتش دي ما امكشي ايه اساسن سكريد الثاني اشور الزراث متل غير الرابع شنو لعب على بي سي فور كي ستين فرايم ما عندي بي سي امير الفارسي ما يصير علاطه جزء جديد امير الفارسي اللي بعدها اللي بعدها امير الفارسي مصنف على اسم يعني اسهل برسال فانجليزي برسال بريشي التغريدة اللي بعدها اللي بعدها زيود ماشاء الله شوف ماشاء الله ورقة ايه يقول تحياتي اسمحوا لي هالمرة غردت بصورة علشان اقدر اكتب اكثر واسأل كل واحد فيكم سؤال بوفهد متى حبيت العاب السولز وكيف بديت معها وهل حبيتها من اول نظرة خلي جاوب السؤال ايه او بعد ما تعوت عليها حبيتها وهو سؤال واحد هاذا تراحي طول إجابة اختصر ما اقدر والله ما اقدر اختصر كذنواتك والله ما اقدر ما اقدر انسوني انسوني شوي ها بس مع السريع شو اللي خلاني يحب السولز ايه اول شي انا شريت ديمون سولز اول ما شريتها ما ادري شنو هاللعبة ولا بس كريت اسمها حتى مكن قاري اسمها غلط ما ادري المهم عشان الغلاف عشان اروح اشغل اللعبة الكاركتر رح انتبني كاركتر سوي كاركتر مالك عشان الاجواء هذي عشان الموسيقى التعييسة هذي عشان ابلش دخلت ماني فاهم شو الواضح عشوف الابيض يمي هذا اللي هو السولز الثاني شا الدنيا شا الطبخة المهم ذبحني بص قام طار وقعد علي كان اموت وانا لحد الحين انا واصل معايني يعني شوي وخلاص انفجر كان اقوم المهم ذبحني وداني عالم وصلت مكان لمنطقة الامان ورديت بعد اندخلت مكان كان اموت مت يوم وصلت مكان شوي ابعد كان اموت ردني امن اول شي كان اخذ اللعبة واسكرها ثاني يوم رحت الدمام عندي واحد الدمام تخصص اربيجي كان اعطي اللعبة قلت لي باختها ما بيها ليش؟ اطلس هذي من الشركة عريقة اطلس اطلس اوكي اوكي قلت لها اللعبة اصلا ما قدرت اتقبلها شنو الكواب هذي كان اقلتها سبوعين ثلاثة كان اقول اصار واي حلوه وصلت في مكان في ايد طنشته رأيت ان في داكسوز بتنزل اليها من نفس مي زاكي مي زاكي قلت خل اجربها لعبتها مو تقبلها لعبت اي كلام اسراني اسراني عاسراني لعبت اي كلام طنشته واحد من رابع معاي كان يقول لي ترى طلعت فيها بلاتينيوم زينك كان يقولت طلعت فيها بلاتينيوم أنا طقت في راسي ديكيك سلف على قولتهم هو شي على غفلة أنا ديكي سلف كان أمسك اللعبة من أول بداية ولعبتها صح تلبيل صح هذا شذي وهذا شذي هذا شذي شذي وشذي شذري شذري والله كان الطق أطق علامة اللغمة اللي بلاتينيوم مالها إيهي طقت مني أنا نظرنتي تغيرت حق اللعبة من هناك الوناسة ألف عندك تغيرت اللعبة تغيرت معينك كليا لما لعبتها صح أول مرة لعبت عبط لعبتها صح لقيت نفسي باللعبة لقيت جو اللي أنا أحبه باللعبة يعني ونت قاعدت لعب لقيت بفاهة داخل هذا جو اللي أنا أحبه حل لدرجة أخاف والله يضحكون علي الناس اختصر كثير ما تقدر لدرجة مرات أروح قاعد عندي بوفاير أرفع الصوت بس أسمع صوت النار شفيك 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 الحين يبلد خشبها وليعها بره ويتطنز علي لما أنا وكل عزك والله شلب بياك وزي اشتابي تسحبني عشان الكاميرا مزين مزين يعني هذا اللي صار هذا اللي صار وبعدها حبيته بس تباكمل بعد حبيتك العافية تباكملتها كيف تشوف مستقبل ألعاب الرعب وشنو أكثر لعبة صرعتك أول شي شنو أكثر لعبة صرعتك يعني نقزتني خرعتني ولا أكثر لعبة رعب أحبها أنا توقع قصد صرعتك إنه نقزتك مو أكثر لعبة أكثر لعبة أما أكثر من لعبة يعني عندك اللعبة اللي حتى لم ترد تلعبها كل مرة هم بتصرعك فايت الفريم كريمسون بوترفلاي ثاني وفي لعبة وايد مظلومة اللي هي فير هم لعبة فير تخرع وفيها نقزات في لعبة وايد مظلومة بعد وتخرع اللي هي إلي نايزوليشن إي هذي وايد انطلمت بوقتها صح هذا العاب ينقزون الصج وفت الفريم إي ما أخلف معك حتى بروژيك زير والأخر واحد اللي نزل اللي ما كان ضاكو الزود بس كان يخرع ينقز اللي على الوي يو بس إي كان ينقز أما أكثر لعبة رعب أحبها أشوف أنا إن ما لها حل ما لها شيء يضاهيها يضاهيها سيلنت سيلنت مستقبل ألعاب الرعب بالنسبة لك وايد أشوف أنا مستانس إن السنين اللي طافت نزلت ألعاب رعب حلوة صح والسنين اللي آية في إعلانات عن مثلا عندك ريزنت إيفل ثري كابكم شغلين على أنانانس بروژيكت اللي هو لعبة ما أعلنوا عنها توقع عندك ري ماذرد الثاني فالعاب يقولون كوژيو عشتغال لعبة رعبية ديدة فأشوف أنا إنها وايد يعني وقت هذا ممتاز حق العاب الرعب أنا متحمس حق لعبة كوژيو انطرني حيل حيل تابتي اللي هي ديمو ما كملتها والله ما كمل لعبت وسجلتها لكم بس ما كملت نزل لكم بعد ثلاث سنين انطق اشتغل قائما انتش يقول بوعتاوي أنت محب حق إلى الحين خلنا نسمع ذوقك وايد أنا واثق لا إذا تبي الأفضل من أول ما بلش بلش تلعب لأي الحين كاسل باني سلسلة كاسل باني بشكل عام زلدة لا لا كاسل باني بالنسبة لي تحديدا Symphony of the Night هذا التوب بوعرب السؤال دامك تقني شنو السبب اللي دائم يخلي الأكس بوكس تتفوق على سوني بالتقنية مع أن سوني عندها الأمكاني هزل كرسي لأن مايكروسوفت لأن الأكس بوكس يعني كافي نها مع مايكروسوفت فالتقنيات أكثر يعني معرفة تأكد من إجابتك يعني أتشاذب عليك أنا يعرف انظر الحلقة لأي يمكن إجابك إلى الأمام يا وحوش الهب يعني العافية يا أخوي على الأسألة الطيبة أخونا مو King for Gaming 1 سؤالي لبجريد لعبة رزن تيفي للأول لغز الصور كم طولوا إياك على ما حليت أنا شهر كامل وما رضيت أبدا بإني أقرأ الحل من مجلة علعاب الكمبيوتر وخوك من جيل الطيبين والله شوف هتقبلها في يوتيوب هذا اللغز خلاني أهد اللعبة خلاني أهد اللعبة ما بيلعبها لأنه ما نعاد ما أدري شي يسوي أفتر بالمبر الخيس هذا ما لصور ما أدري شي يسوي والإنجليزية كانت قبل ركيكة شراك و ركيكة ما عرفت لين ما شريت من مجلة من شريت مجلة ألعاب الكمبيوتر والحل الكامل شريتها من مكتبة جمعية الغاتسية أرد يا الله حليتها قبل إذا لغز ما تعرفها تبتي أنا كنتبتي تفتر بالمدرسة تدور أحد لعب أنا كنتبتي الضايق بينها يعني بغرفة بروح يبتي محمود في لعبة اسمها دي قلت لكم عن المرطافة دي في الآخر شي لغز من لبراج طبعا دي شنو الشي الخيس فيها إنك لازم تخلص طاقة واحدة ما فيها سيف وإذا طفيت راح تريد من الأول هذا ولفشتاين ماضي أجز في تروفي لازم نفس الله طاقة واحدة فشنو هاللعبة دي هديتها هديتها وسنين سنين يا الله عرفت الحل الحل قبل بعد لا يوتيوب ولا شي التغريدة اللي بعدها من أخونا كاي 2 وان فور وان تو يقول سلام عليكم يا شباب سؤالي حاكم محمد شنو رايك بالأوريجنال ساونتراك مع Game of Thrones ما يختلفون رامي جوالدي الساونتراك وايد قوي ما أشوف النفي ولا غلطة بغض النظر عن سيزن الأخير اللي هو كان فلوب بالنسبة لي بس ساونتراك سيزن الأخير أحلى ساونتراك ولا ننسى رامي جوادي هو أيضا ملحن سلسلة Gears of War أعرفت كيف أعرفت كيف لا الساونتراك طبعا جبار وايد حلو أخونا غازي كرم يقول السلام عليكم يا ربع شلونكم عساكم بخير خير ليسلمك سؤالي تقبلون دخول أعضاء جدد لفريق الهب إذا الجواب إي شنو الطريقة وإذا لأ ممكن الأسباب لو سمحته وشكرا نتشرف حنا بالكل صراحة طبعا بس يعني إحنا شغلنا بذهب مو يعني فقط أن ينسجل والأمور طيبة وشديد فيهمنا أن يكون اللي يريد يدخل معنا ذهب أول شيء أن يكون عارفة في شغله في شيء يتميز فيه سواء منتاج أسلوبه حلو معلومات الأمور هذه شيء يفيدنا بالعكس ما عندنا أي مشكلة إذا كان هو حاب أن يكون معنا ويلتزم بشغلنا ويعطي وخلي حطبها لأن اللي يديش معنا خلي حطبها لأن ما في مقابل ما في مقابل مننا ولا من شغلنا إحنا سوي شيء بعدين إن شاء الله كطموح بزيد شغل على كلام مطلق هو يعني إذا في شخص مثلا حاب أن يديش الفريق معنا مثلا يقول لنا لا أنا وائد أفهم بالجيمز أو بالشركات خليك أنت تديش معنا ناس ما قال مطلق هل أنت أوكي بالتصوير مثلا ولا المونتاج ولا مثلا التصاميم أوكي إذا بتقول أنا أحب الفيديو جيمز وعيد وعندي معلومات كلنا نحب الفيديو جيمز وعندنا معلومات يعني مرات المنتج بالليل وقت متأخر وقت طويل تحضل تسوي عداد حق فيديو مدة طويلة تكتب صارت صار فينا مواقف يعني مثلا يعني أنا الشخصين صارت فيني آخر مرة قاعد المنتج وتعبت فحطت راسي بس نمت شوي بس قلق فما قاعدت إلا الفير والفير قاعدت وغصب قاعدت حيني عشان بس أرفع الفيديو لأنه لازم كان نخلص بسراعة في أمور وائد طارة تصير في أمور طارة في هل هل عندك الشخص يكون هل عندك أشك هل لازم الشخص يكون متفرغ أو يكون مثلا عنده قابلية حكل أردرات حسب حاجتنا إن شاء الله خير أخونا علي هانزو هازوكي 85 يقول السلام عليكم تحياتي للجميع وإياكم أخوكم علي من بغداد وإنهم فيك يا أخوي سؤالي هو من أين بدأت فكرة الغناء وكيف تجمعته كنا قاعدين بقهوة اختصار صح كنا قاعدين بالقهوة لا فيه تفاصيل قبلها حق الناس اللي امتابعتنا من دول اتعرف أننا كنا شغالين كنا قاعدين بقهوة احنا قاعدين نتكلم عن الهوب بغينا نوقف يعني خلق قبل الهوب احنا بغينا نوقف مرحبا لتطافة بأخراك بغينا نوقف بس فكرة الهوب كنا قاعدين بقهوة وعانيت على ما أغنعته بفاعد دقا علي قاعدين تعال وعانيت على ما أغنعته شوان يعني مرحبا يرد من الأول بعد تعب خمس ستين بس خلاص هذا الإجابة باختصار أخونا يوسف دشتي يقول سلام عليكم سؤالي حق محمد عليكم السلام بخصوص نظارات الـ VR شكتر دافع لهم مفهد محمد ولا مفهد مفهد انت مفهد أنا لا مخي كنت قاعد تذكر شيء انت شفت نفسك اللي بدي من سولز لا قاعد تذكر خمس سنين قبل يقول سؤالي حق محمد بخصوص نظارات الـ VR هل إصدار الجديد للنظارات راح تكون أعلى جودة مع العلم أن الـ VR الحالية تصويرها 1080 وجدا سيء VR عدد الفرايمات انت إذا وصلت على الـ Pro يرتفع عدد الفرايمات بس صح ما فيه لنسقه هده VR ولا بيز هما ما قالوا أن ما فيه أخبار يديدة عن نظارات واقع افتراضي يديدة لكن بديهيا أو بالعقل مثل ما يقولون إذا فيه نظارات واقع افتراضي يديدة سواء بتنزل ولا بيعلنون عنها لازم تكون مميزاتها أفضل يعني لازم يكون فيه شيء يميزها ممكن أن توصل فوق 1080 فوق ممكن تكون نظارات وايرلس لعبت VR بس مو جهاز ثاني على الكمبيوتر ولعبت على لعبت الـ VR مع السوني في فرق ما كمبيوتر وعند يضبط طبعا أكيد كمبيوتر منها حي حتى نظارات ركان زينة جودات زينة مريحة عين كل شيء خربت الحلقة كلها خلاص خليكمل وممكن أنا اللي أتمنى من الـ VR يعني طبعا أتمنى جودة أفضل واللي أهم من هذا موضوع الوايرات كلنا نعرف البلايستيشن VR الوايرات حكاية حكاية صح حكاية تدري لو يسوون مثلا نظارات واقع افتراضي سواء اكس بوكس ولا بلايستيشن تكون وايرلس أو ما فيها وايرات وايد أخضر جنة حتى الـ اكس بوكس تركانسل و الـ VR ما لها قالوا إحنا موقعا نطالع موضوع الـ VR لأنه ما عليه ديماند ما عليه طلب شوائك الديماند صح أخونا WA305 اللي هو Q8 LSAT يقول أتمنى تطرقون لقضية اللاعب أوزيل وكيف واجه ذلك شركات الألعاب الصينية نتكلم عن المسلمين بالصين وشالو من فيفا ومن شالو من فيفا بالصين وويننك إلافن شالو فيفا بالصين عشان بس تتكلم حق المسلمين ايه دخلات مور سياسية بالألعاب للأمانة أنا ما تطرقت بهذا الموضوع يعني على شكل وائد العاب داشت فيه أمور سياسية تطرقت نعم وائد العاب داشت فيه أمور سياسية والدينية والذوي أخونا ناصر يقول سلام عليكم كيف حالكم يلهم عساكم طيبين خير الله يسلم هلا بالحبيب سؤالي لكم التابعون اينمي وإذا كنتم متابعون ايش أفضل اينميات عندكم قايبرا اسم عجابة كل واحد فيكم جاوبناها قبل شوي في سؤال نفس السؤال قايبرا ماذا شفك هوك تنوكين لسؤال ناصر عدنا نليل عدنا نليل طمطوم وعرب طمطوم أخونا عبداللطيف العنزي يقول سلام عليكم سؤالي شنو تخصصاتكم وشكرا سلام حار لبو فهد أنا بتاع كله أنا منتج وأطلع فيديوهات تخصصاتكم أنا ما فهمت دراسة خلها بدهب أنا منتج أطلع فيديوهات بو فهد يوتيوب دارة يوتيوب ودارة الهم مع التصوير الشباب والتصاميم رب جدوى القناة اليوتيوب ربط زيان ليش ما تقولهم أهم شي تصميم لا مو حق نفسك بو فهد يا جماعة بو فهد هو مصمم الفريق ايه صح قبل كنت مصمم مو ماسك التصاميم هو مصمم الفريق شلو قبل يقول ايه قبل كنت ما تري يعني انت حسسنا بعد الحلقة رح تطلع من التصميم بداية كات معاكم عندنا هني الوجه الإعلامي السوشال ميديا التسويق حلو حلو بقرع يقول بعد بعرب ايتي الفريق بعرب التقني الفريق اختبط مو وجه إعلامي ما زك نمور الميديا مع السوشال ميديا ايستر ميديا والسوشال ميديا التسويق والقنوات التواصل الاجتماعي وفي عندنا هم شباب يتواصلون مع الشركات فيه شباب تصوير فيه شباب همونتاج يعني شذي وشذي اللي بعد أخونا مشاري جرينيس السلام عليكم عليكم السلام هل تتوقعون اللي سويتها كابكم مع Resident Evil 2 و 3 ريميك رح يفتح بواب على الشركات الثانية ونشوف ألعاب رعب أكثر منهم بهذا الستايل يعطيكم العافية على المجهود طيب أتوقع أن بيّن حق الناس إن شلون الألعاب الناجحة القديمة تقدر تسويها مرة ثانية وتيب لك جمهور صح أخونا كوينسي هايبرد اللي هو كاي 2 27 يقول السلام عليكم سألي لبجريد خبير لياكوزة هل ممكن ألعب ياكوزة بالترتيب هذا ياكوزة 0 ياكوزة كيوامي 1 كيوامي 2 ياكوزة 6 طمر 3 4 5 لا ليش تقدر تقدر تلعبهم لأن الجزء السادس تقريبا يركز على كيريو وهروكا في شخصيات يدد وايد بالسادس بس عشان تفهم القصة عدل وتفهم ترابط الشخصيات وتفهم الأحداث أفضل أنك تلعب الثالث والرابع والخامس الثالث ما كان تركيزه على كيريو وايد بس أجزاء الباجي كان حقبها مهمة شو رأيك بحاول أنت اليوم دار سياعي نايم حقبها مهمة نايم ليش بتاريخ بتاريخ كيريو فتقدر تلعبهم بس عشان تحصل أفضل تجربة أنصح أنك تلعب الثالث والرابع والخامس تجدنا لغرافيكس موضاك الزود لكن موجودين HD على الستور عشان تكون القصة كاملة 100% يعني الأجزاء الثالث تقدر تطوفه بس الرابع والخامس مهم والخامس وايد حلو تغريدة اللي بعدها من أخونا بدر كرم يقول السلام عليكم شباب شلونكم سؤالي للمتزوجين هل الزواج ما يخليني أقدر ألعب على راحتي ويعيقني عشان نعرف نتزوج ولا لا ريالك هدي لعب من الاثلاثين الفيغ يقول آخر شي عشان نعرف نتزوج ولا لا لا تتزوج ليش شعندك خلاص رايك ما قال راية زين قول رايك على ما مطلقي يفكر أنا أشوف أن أول شي ما لا شغل هذا في هذا موضوع زواج زين زين أول شي ستر لك ونعم من الله المهم بخصوص إذا بتلعب أخاف أني مثلا تزوج وأنا أحب العرب وما عندي وقت ويمكن يعني ينتقدوني ليش تلعب هذا يعتمد على نوعين أو شقين يا أنك أنت شقين تطنز علي شقين يعتمد على شقين إذا أنت مثلا خلنا أفرض خلنا عيس المثال إذا تزوجت واحدة مثلا إيها لها في الجيم هذا أمر من تهي إذا تزوج واحدة مثلا مو بالجيم أنت لازم يعني شوي شوي تبين أو بالإقناع أن ترى هذا الجيم شي من أساسيات حياتي قول يعيوني آخر شي يعيوني نقدم لكم وفاعد درع زين بس هني الزوجة ممكن أكيد رح تتطبل هذا الموضوع لأن الشي هذا لا قاعد يضر يضر البيت ولا قاعد يضر نفسه ولا يضر دينه يصير لك دكتور فل شكوا شكوا ما يضر دينه أسمع أسمع يعي لك في الكلام يعي لك في الكلام قلبه متروسة أبو فاحق ما يصير أنت تقول أنا بتزوج وقاعد ألعب ومتضايق مثلا ممخليني إذا أنت لازم تحسب عادل لازم تقسمها صح أو توزع أمورك الأولوية المهم للأولوية لعب لهم هذا مثال ما يصير يكون مثلا أهل زوج تكارين وانت بطنش مقاعد يقع تلعب يعني ما لا شكوا تسكر اللعبة ارجع تلعب بعدها استشارات يعيوني أنا أقول تزوج ما عليكم تزوج أنا أقول لا تتزوج تزوج التغريدة اللي بعدها آخر تغريدة من أخونا حسن الكوت هلا أبو علي يقول اضطريت أرسل إيميل حق توتر عشان يرجعون حسابي اللي كان متوقف مؤقت بس عشان أطلب طلب واحد فقط أتمنى تذكرون لنا أسماء أعضاء الفريق كلهم كتقدير للعمل اللي تقدموني خلنت تكلم بالترتيب قبل ما أكمل هذا خلنت مطلق الجريد خلنت تكلم بالترتيب عندنا الماسكين الإيفنتات بروفيسور عبدالله الحميدان يطلع لكم مستريب بهذا الوقت مينيمي عبدالله الجريد احنا مسمينا مينيمي لأن مطلق الجريد عبدالله الجريد فرق الطول قل له شون تخصصهم هذا ماسكين ودور دور رعاية لا لا إدارة البطولات ما بطولات ما خليتها يكمل رب الكعبة قلتها أول شي بس ما أدري شي زين أوكي ما سمعت زين عندنا الماسكين المونتاج عندنا اللي يلعبون وكثرو عندنا كيمو عندنا إحمد الصراف عندنا سعد العمار هو المصور مال سينماتك فوتوغرافر وفيديوغرافر أمور التصوير الخاصة عندنا بعرب تكنيشن عندنا مهند أخونا مهند بالسعودية مصمم عندنا أبو فهد مصمم عندنا أبو جريد مصمم باليوتيوب مهند ماسك سوشال ميديا وأبدل معاه بفتو لماذا مصمم إمهند مهند ومهند مهند مهند ما علي مهند ترى هذه مشكلة ما لها حرف أنت ما تدري شلون يقول اسمك كل مرة مهند 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 في ألف يحط ألف هو من عندك مهند طيب نحلجي ما يصير إذا أنا القائمة من حلجي غلط أنا عبدت أطلع خشبك صح صح الأسم عندنا بجريد أخوكم بجريد أتيبي من عندنا عمد عندنا عمدة عندنا عبد العيز العبيد عندنا أثنين ماسكين لأمور الماركتنج عندنا ريال الكرسي شعب شعب عندنا يوسف الغريب جوي شعب شعب ما نكون سيتحد الأصفر مع عبد الله الجريد أيضا في أمور تنظيم البطولات وترتيب البطولات يعني بشكل أوضع اللي هو تنقسم من اليوتيوب إلى بطولات إلى ماركتين ماركتينك فيها شخصين البطولات فيه كذا شخص اليوتيوب فيه كذا شخص اليوتيوب طبعا يشملهم معاهم المصورين ما مصورين واللاعبين يطلعون جدام كاميرا مرات مثل الصراف وكيمو أتمنى تذكرون لنا أسماء أعضاء الفريق كلهم كتقدير للعمل اللي يقدمونه مثلما عمل كوجيمة في الشابتر 13 في Death Stranding بفهد عجبني رونقك وانت تقول سام غمزلك لما سبحتك سبحتك كلما تسامح يغمزلك نظفني يقولك الموضوع صار مضبط تكمل غريدة عندنا بالنسبة حق المشاركات في تويتر كوميونيتي كوميونيتي أصف أول واحد عندنا ذهب فان أخر سؤال غريب بفهد ليش انت كيوت أنت تحيب يوالك كاميرا تعالي تعجولي بالصجة عندنا أخونا عبداللمطوع يقول بغي تسأل الأخ الفاضل العظيم بفهد بس أخ مفاضل بدون عظيم أحمد الله والديك متواضع شو في التلفونك تفضل ما يقول شو سالك أحلف يقول توقعاتك للعبة إلدن رينغ وشكرا إلدن رينغ أنا في لادغة أطلعت من قلب لادغة المهمة كل شي في لادغة اللعبة قبل احمد لتفاؤلي لكن لانا واثق من يزاكي انا شخص واثق في عمياني من الآخر طيالة طيالة واطق فيه عمياني عمياني ما شاء الله وهو طبعا اللعبة حتكون عالم مفتوح و اكشن ار بي جي اللعبة راح تكون حتكون لا واضافة الى هالشي ان شي الحلو بعد زيادة حتكون شنو شي حلو وما يدري شنو تيزر حطولها حين اقول لك قالك من كلاه من ومع المؤلف سحبة سحبة وفات سحبة من ومع المؤلف اخلص من ومع المؤلف جورجي مارتن شاركي و جورج ينطلقاني في الاعمى لعن خير اسم المخرج مخرج جديد جورج ار ار مارتن جورجي منو جت لك ما ينطلقان في الاعمى بس ما هي بيقول هذا شي المميز راح يكون هم ما تدري شنو قصتها الحين هو عالم مفتوح عالم حلو ما ادري وين شاف عالم اللعبة الدعائي لحظة يا ايما طبعا خلت كلم بس عن الشعار اللوغو اللوغو ترى فيه اربع رنقات اربع دوائر ايه على السيارة رنقات سبينر اسمعني اسمعني انا اتوقع العوالم هذي هل هي مربوطة باعدها او لا هتوقعاتي يا اخي بوش شي راجع لي انا ما قل شي انا انتكلمت زين في لقطة بالدعاية طبعا هو وايد لمح حق الايد الادراع الارم زين وشوفها لما لما لبس الارم حطها بيدها اليمين شوف ايدها اليسار كانت مشوهة محروقة يعني شنو احتمال انك رح تبدل ايادي ما دعا شنو وفي لقطة كان في وحدة اسمعني اسمعني ركزها بعلوات حلوة بعلوات حلوة عن الارد الرين انا ما اذكر شي ما اذكر لا تذكر انا اذكر كان في وحدة لا تذكر انا اذكر في وحدة كانت قاعدة نزع راسي كانت لابسه تاج كانت بيدها قاعدة تلبس اضراع ثاني بعدها مدوا ايادي حولك حولها هنزين قاعد يمسكون يمسكون بعض شي مثل يربطون بعض هنزين هذي ما ادري شنو بس شي الظاهر كيانها كفرنتات او مربوطة مع بعض الله العالم ولكن لعظة كفرنت كفرات كفرنت 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 دشبل انت شي بالصوت اش عرفك فيه عندنا اخونا راقنر يقول ابو فهد اتمنى تقول لخويك ميزاك ان يعرب افضل لعبة في مطبلين واحد اسمع افضل لعبة في عام من الفين عشرين عشان ما يحتاج نروح نفهم القصة من اليوتيوب يحلى المطبلين كجي معندي شوف خلا رجع حاجة ألدن رينج واربطوا على السؤال انا اتوقع ألدن رينج راح تكون حلوة زين اللعبة طبعا لحد الحين ما علونوا علىها شي نهائينا للتيزر في الفين عشرين متفاعل ان راح يكون في شي لها زيادة كمعارضة وشي راح ينزلون نزلون دعايات او شي واكيد امية بالمية امية بالمية خالصي منها بي اس فور افايفة سوري بخصوص التعريب بخصوص التعريب ألدن رينج خليه كمن لا بخصوص التعريب ألدن رينج أو أي لعبة سولز ما على شي صعب يعني يرجع حق المخرج لا ما المخرج الستيديو الستيديو ناشر ايه عاد كيف حلو اليوم إن شاء الله خلص خلص اي خلاص بفت بعرب عندنا عندنا أرز قيمة ريقول فاجة وقعت حق ألدن رينج تكفة واجاوة ما أنا بيعيد عندنا بروفيسور سوريا بي آر اس يقول إذا بتلعبوا ألعاب أونلاين ولا لأ وشنو السبب أنا محب لأولاين صراحة ولا أنا محب لأولاين أنا زي سألوني أنا يعني تلعب لأولاين اي ولا لأ تحب ولا لأ لا محب الأولاين ألعاب بس الشوتين الFPS يعني مو كلهم بعض الألعاب ولكن ألعاب الجماعية اللي تحتاج تدش فيها غروبات أو دانجنات أو شي هذه الضايق منها لأن لازل تتكلم مع ناس وتواصل معهم إذا بروحي عادي حلو عندنا أخونا ناصر رشيد يقول السلام عليكم كيف حالكم سألوني سألوني تابعون أنمي وإذا تابعون أفضل الأنميات عندكم وأبي أسمع إجابة كواهت فيكم جاوبنا جاوبنا علي أخوي عندنا عزوز طلاح يقول أول شي كيف حالك الأسطول يا هلا طلاحي ترى مشارك كيف حالك الأسطول كيف أخلي شارك هذا نفس لك فعن مطلق جغيد يعني سأل كيف يقول كيف حالك الأسطول كيف حالك الأسطول مطلق هلا أشهد أنك شنب سواء سواء لك تلعبت حمسين لهاب عام 2020 تنا جاوبنا صح إي رزن تيب بثري غوستوف سوشيما لاستوف أس تو عزوزي عشرين يقول سام عليكم يوحوش الهب حاب أعرف هوايت كلا واحد بيك جمع الطوابع شخ باري لا مو تروفات هوايت شو نقصدك فهد معروف جمع التروفيات وإذا ممكن إيش تشتغلوا إذا صعب يسحبوا على سواء أشياء خارج الجيم يعني أشياء هواية خارج الجيم لا أوقعت كان داخل الجيم داخل الجيم التروفيات أنا أجمع أنا أحب أفهم قصص الألعاب اللور حتى لو ما طلع بلتين بس أسمع صوت يعني في ألعاب تكون قصصها أكثر من اللي أعاب نفسهم نفس The God of War مثلا في مثلا وإمكاننا صغير أشترح لكي هالكومت مالها أحب أن أعرف أو أنت أسمع موسيغة موسيغة اللعبة أهم شي عندي شونا تشتغلون أنا ما أقدر أقول أنا ما أقدر أقول فريلانسر عمل حر أتمنى تفهمونا يعني عندنا أخونا مصطفى يقول سلام عليكم يا ربع اللي مسئلتك لها لأبو فهد شونا نوع الشامبول تستخدمه صعبون رقي شونا تزرسالة صوتية وأنت بالحمام مو بالحمام يكون تحت الشوار تليفونه برمائي والله أحلى شيء لعما تشغل الفوئس مع الفائد ما تخلوه لاحد يتابع أنا بس ناقص وأنا أسمع أخذ شامبو حطم بشعري لا شوف في شغل أحيانا تكون مثلا في شي ضلون لازم تسوي لحين بهب ليش تأخذ الفوئس الشوار لا أكون حاطة مثلا وعليك أسمح أتذكر ليش الدخل وياك التليفون سألي نفسك نزين السؤال الثالة كم طولك لأن أحس متر ونص وعليك صير صجالة بو طويل واحد مسانا كنا متر ويا 62 أو 72 حلو أو 62 اصطفى 67 يقول أمزح طبعا كل حب والاحترام لفوئد الذهب وكل طاقم الهب الجواب يا أخي بفوئد مستحيل ما تحبه الله يسرح يقول ملاحظة بفوئد اليوم لازم تحولي فلوس زيادة لأن هواي مدعتكم مثل اتفاقنا فلوحك ريال يقول مثل اتفاقنا بضحتي وآخر سؤال الجميع أنا متحمسين اللعبة داين قلاية الغادمة والله أنا متحمس لها بس على الكامل اللي قاعد ي وايد قاعد هاي طماثر أنا متحمس لها واسف على الإطالة وام من الإطالة أخي عندنا مصطفى كينك كيف الحال شباب وعطلة سعيدة وسنة سعيدة عليكم كل عام ونتو بخير ويحفظكم والباري عز وجل الحبيب أجمعين طبعا عندي أسئلة هواية أولا ما أكثر شي صراحة من تظنين متحمسين لـ 2020 جاوبنا على أخوي ما تمنون إذا كانت مالك مخوي أنا إذا أنت من نوع تحب تجمع الألعاب لا اشتر الـ CDات أما إذا من نوع العادي الأكاونت تحطهم بالأكاونت بس إذا تجمع تجمع لازم يكون الـ CDات شو أنا أركب هاردسك خارجي توقع أنت شرحت قبل قبل سهلة أدخل على اليوتيوب شو ما على البلايستيشن هاردسك خارجي بس تيب لك أي هاردسك خارجي يديد أول ما توصله بالبلايستيشن يقول لك سوى لفرمات يصير يتفضل لا أذكره لازم تروح سيتن وتنزل على الديفايس وهو USB يقول لك أول رح يتعرف أنه ترى عندك USB يديد رح يقول لك لازم فرمات عشان يصير شري آخر سؤال يقول شلون أطلب ألعاب من أمازون لازم يكون عندك ميل بوكس بره أمازون يوصل أغلب الدول توقع سوى نفق فيها رح شغل لعاب بلايستيشن وان تو ثري لا رح شغل لعاب بس الفور عندنا عبد المعين زبيدي يقول أسعد الله وقاتكم بكل خير وسؤالي أبي كل واحد بكم ويقول أكثر لعب عن ندم من ألعبها ومتحسف على الوقت اللي غطاها فيها لافتا لايف ما في لعبة معينة في بالي حاليا ما في لعبة يمكن أسوأ لعبة اللي لعبتها الفترة اللي طافت بريب أو بها السنة اللي هو رود ريج كانت أسوأ من السيء عندنا أحمد يقول سؤالي للأخوي الاعتابي أريد أكلمك عن لعبة الأسطورة واريد أفهم شيء واحد لأنني في اللغة الإنجليزية ما شاء الله صفر على الشمال أول تبحث بالعربي في جوجل ويوتيوب ما لقيتها تكلم عن القصة بشكل أوضح وسؤالي هو هل بالفعل رازيل هو شخص سرير وكين هو شخص طيب يحاول نقاذ العالم لا العكس هم بالنهاية أخوان كين يذبح أخوه علشان أنه ياخذ العرش أو ياخذ المملكة اللي نقدر نقول فرازيل هو يدش نفس العالم اللي هو يصير نفس الفامبير بين الحياة والموت تقدر تقول تقريبا ويعيش على الأرواح فأنت اللي تشوفها من رازيل عبالك إنه شخص مو زين لكنه بالنهاية فعلا شخص زين اللي مو زين هو كين أنه يذبح الناس لأنه بالنهاية هو غامبير عشان بس طويلة عريضة بس أنا قاعد أختصر لكيها كثر ما أقدر لأنها لها أكثر من جزء عندنا أخونا The First Hunter يقول سؤال يموجه لبفهد هل الارتفاع عدد الإنسايت في بلود بورن هو سبب له معان صلعتك؟ لا لا ما لأشغل بعيد هذا كلام العضاء عزوز طليحي نفسها ساعة لمساعة صح؟ أي هذا من الصفاء القلب بياض الصلعة من الصفاء القلب عزوز طليحي يقول شاهدتكم جاني فضول شاهدت فيك مجروحة عندنا فهد فهد الحباب يقول ساعة معيكم سؤالي هل كبكم إذا خلصت ريماصر أو ريميك ريمسيف شنو بيكون توجههم الجديد والله ما أعطري شي صعب أنك انت تتوقعه حلو عندنا ساعة معيكم جميع نهاية سنة لطيفة وسنوات الغادمة أجمل على الجميع طبعا سنة 2020 بتكون سنة حافلة والمذهلة لكن خوفي ما بعد ذلك اللي بتكون فيه ألعاب قوية ولا بنشوف هبوط بهذا الشي وخمول طبعا نشوف لأننا رح نشوف جيلي أنا أشوف أن دام منه فيه ثلاث شركات كبار قاعد ننفسون ما فيه تعدد وايد رح يكون شي غاوي مثلا رزن تيفل 8 بتكون منظور أول أحس مو مرة متحمسة لها أنا عكس عكس ذلك أحب نظام أني أشوف الشخصية قدامي ومو أتخيل نفسي مكانها وأجسها فكر كيف شكلها ثري دي لو ثري دي اي ثرد برسن ثرد برسن نجي للشخصية عندي سؤال ودي أسأله من زمان هو أنك تفضل تلعب رجل ولا مرأة بلعب وليش أنا عن نفسي أحس أحب يكون رجل يمكن لأني بنت أتشجع لملعب رجل أكثر لملعب بنت مثلي عن نفسي أنا ما يفرق معاي أهم شي القصة حلوة الجيم بلاي حلو الجرافيكس حلو سواء بنت أو رجل أنا ما تفرق معاي أنا عادي أنا عادي حتى أنا مرات بعض اللعاب بناء الكاركتر أنا أختار نسائيها أنا ابني الكاركتر نسائي آه ليش تفهموني آه لا لا ما نشد زين في سؤال شخصي شوي كود بين شخصيتي كانت ببنت آه كمان أيش أكثر لعبة أتمنون تسمعون عنها شي أو أكثر لعبة أتمنون حتى الوري ميك الغديم هل تتكلمني عنها صحي في سؤال شخص شوي اللي حاب يتعلم تصميم الععاب وكذا وين يلاقي تريج ما أشوف أنه في يعني جامعات أو مدارس عندنا تهتم بالشي هذا عندي عندي إجابة إذا خلص إجابت كان عندي إجابة خلص بسعودية ما أدري ولكن شوف وهو في معاهد يعلمونك تصميم الألعاب لكن مو بالطريقة البروفيشنال في حتى كان بالإمارات في عندهم مراكز حق تعليم وحق إنتاج ألعاب أوكي إذا تبون بداية إذا تبين بداية تصميم الألعاب أبدي بشي بسيط زين خلك من الألعاب اللي تسويها 3D ما 3D اللي أمور رح يأخذ أمور كثيرة وائد أبدي بالأشياء البسيطة هي 2D وفيه وائد برامج إنجينات إنجينات اللي هو حتى شنو يونيتي شنو يونيتي وائد سهل مسهل علينا سهل على الناس اللي قادت سألها لا بس كل الدروس ما هذا تحصلونه باليوتيوب تأخذونه وتبشون الأمور هذه بس لازم تحتاج شخص واحد ممكن صعب أن يخلص اللعبة كاملة لازم تحتاج مصمم تحتاج رسال فريق عمل تحتاج فريق عمل أو أنك تبدي بلعبة بسيطة من 2D بالبرامج هذا وبعدها شوية شوية تعمر وتوفق إن شاء الله بالنهاية على قلوتهم يتعمر توفق ما يصدر توافق إلا يتعمر أنا أنصح أنصح أن يتعمر نصيحتي تابعوا اليوتيوب تابعوا اليوتيوب بحثي عن دروس حول تصميم العاب بس ها هذه نقطة مهمة ها نصيحة مو قصورا في العرب ولكن نصيحة روحوا حق الدروس الأجنبية طبعا هم عندهم الخبرة أكثر في مجال تطوير العاب مو قصورا في العرب اي اللي يسأل ما يضيع يا جماعة مو عيب السؤال ولا عيب إنه واحد يروح يشوف دول ثانية واشخاص ثانية بحثوا تعمروا بالموضوع تلقى زين عندنا سؤال هي تقول أنا كاتب بعدين ردوا على العرب اليوم مزج اي ديقول أنا كاتب أكبر طموحاتي بعد الكتابة طبعا أكونوا بصمة العاب بإذن الله واحد أحد إن شاء الله ليش بلحثوا المعلومة المعلومية أنا سعودية والنعم في شخصية بداية قلتنا قلت في البداية سعودية خلنشوف الكتابات يمكن نحن نسوي لعبة زينك كتابات ممكن أعذروني علي طالا وأسعدني التواجد معكم والله ناسعدنا وكل عام وأنتم بخير حول عام أفضل عام أفضل عام أفضل حيا أعرف سنحافل بالحصريات الأخبار شاو شاو عندنا علي فارس يقول أول شي حبيت السلام عليكم كلكم بفاهد الوردة بوجريد وعتيبي السامجين بعرب الهادي أحب أقول أن البودكاست متعة والله معكم حبيب وسؤالي يقول شنو أكثر لعبة الساونتراك مالها يطربكم تابي قال كسلفينيا أنا أقول سأل انت هل تو دارك سولز دارك سولز دارك سولز بلد بورن سكاير أكثر لعبة مقرأ أكثر لعب مقرأ أكثر لعب صعب تعطي أوستي واحد أكي أعلي فارس ثاني غير اللي شارك معاكم العادة ونعم فيه حياك الله عندنا فهد شاهين يقول سامعيكم جميع سوال موجه لكل ناوي أبدأ سلسلة Resident Evil وما عرف وين أبدي للعلم عندي بي أسفور وإذا ما أقدر أعطوني سلسلة حلوة ما عليكم أمر لا موجودة بلش Resident Evil 0 موجود Double Store أو موجود عبلاستيشة 4 Origins اللي فيه 0 والأول بلش 0 وبعدها الأول وكمل الثاني والثالث ما فيه الثالث الثاني والثالث ألعب الثاني عم أنزل الثالث فيه فيع الفور آسف الثاني الثالث العب الثاني الثاني والثالث حداثهم نفس التاعم لأي نفس الوقت والرابع والخامس والسادس والسابع كلهم موجودين عبلاستيشن 4 لا الخامس لا تلعبها هذا يبيフهم القصة يعني عندنا أسامة العمران يقولها هلا والله بحلاشاب الهب باردون خاطري موضوع الشركات الكبيرة اللي تستحوذ على منتجين الععب تهم ناجحين وتخرب عليهم يا متى ثلات ما تكملت بسوهم ويا ملعاب ما شافت النور منهم تبا للرأس مالية بس حاط قهوة هذي مشكلة الشركات مو المصممين فلوس والله تلو معطينا امثلة كان عرفنا عندنا ماك سبين يقول سلام عليكم الله يسعدكم وفقكم والأمام حبيبي سؤال لم تبديتوا تلعبون وش كان أول جهاز واللعبة هل بديتوا فيها مشكورين تكرمنا عن حلقة كاملة ايه تقريبا انا كنت اروح بيت خالي اشوف قبل حلقتين او ثلاث حلقات قيرت شوف الجواب بس انا اول لعبة لعبتها كانت كرة تيكد على اني ياس جن بفهد انا صخر اذكر كان عندنا صخر وكان في لعبة كرة تي بس هذا اول شي انا اهم صخر بس ما اذي كنت اضحكو تنس اذكر تنس لعبها عندنا اي ام بي بيلي يقول هل انا الوحيد اللي انت عمسها لعبة للعبة غوست وير توكيو والله نفسك انا ما اذي شو ما اذي شو انا متحمس لها غريبة والله كانت دعاية صدق سؤالي هو ايش تصنيف اللعبة واذا ما في خبرات اسمي ايش توقعت توقعت من تصنيف اللعبة تنظيف اللعبة اللي هو تلاتي اكشن ادفنتر اكشن سورفايفل اكشن سورفايفل قالوا اكشن ادفنتر بس ما اذي سورفايفل لا اكشن سورفايفل عادي سي بالنسبة لي انا اتوقع أتمنىها تكون كاميرا خلف الكتف أتوقع كمال أتوقع يعني شنجي ميكامي كل الألعاب ألعاب اللي شرف عليها من استوديو لا أصابقا بيتموب مع استخدام سلعامة نوعها لا ما أتوقع بيتموب لا لا كلش لا عبر سبيل يقول السلام عليكم جميعا شواب شنو أكثر لعبة متحمسين لها للسنة الجاية لرسنتيبل تري شنو أكثر لعبة متحمسين لها ورايكم مسلسل دويتشار إذا شفتوه يعطيكم العافية وتحياتي عاد كنت أتكلم عن دويتشار قبل ما أبلشت حلقها موضوع عندك أنت الوحيد اللي شفت فيني مسلسل دويتشار خلاني أرجع نزل للعبة لأنني أنا لعبت منها شمساعة والصدمة العودة اللي خلاني أرجع خلاني أقرأ أول رواية لها أول قصة قصيرة دويتشار وضح لهم أن المسلسل ما لا علاقة في اللعبة أو وحداث اللعبة شوف اللعبة فيها من اللعبة فيها من الرواية والمسلسل فيه من الرواية وفيه من اللعبة بس المسلسل based on الرواية الرواية طبعا يا جماعة إنت لو تريد أن تقرأ الكتاب ويأخذ منك حدود 10 إلى 11 ساعة فهما لازم يكون في حبكة درامية لازم يخلونا بصورة تنفع أن يصير مسلسل فأكيد رأيكم فيه بعض التغييرات بالمسلسل معطينك أوريجنز حق الشخصيات مثلا جيرالت يانفر سيري لحصان روش بالرواية الأحداث اللي صارت لهم قبل بذكورها بشكل سريع بس بالمسلسل مراقزين عليها أنه اللي ما يروحون حق اللي ما يدشون مدرسة الويتش إلا اللي هم ما يكون فيهم عيب خلقي ولا أهلهم مبتلشين فيهم ما يقدرون يزوجونهم فيروحون حق مدرسة الويتش ها كله موجود بالرواية بس نمو بطريقة مفصلة نفس ما صارت بالمسلسل فأكيد هما يبون يعطون عمر يبون يعطون عمق حق الشخصيات فيركزون عليها بشكل كبير بالمسلسل وفي شيء وايد الناس ما راح يعجبهم أن التام بلاينز أو يعني النطة اللي تصير حقبة حقبة من جيرالت ليينفر حقبة لسيري يكون هو كل واحد يكون تاملاً ما لأو روحه وشون يرتبطونه ببعض شيء هذا راح يضيعك أول مرجو فلازم أنت تكون مركز هذا لازم يكون في البداية بعدين خلاص لا لين نص المسلسل يلا يربط لك هذا بهذا يربط لك هذا اللي لاحظت أن حسب الرواية أن سيري تكون صغيرة بالعمر وايد صغيرة من نفس المسلسل فيه كبيرة شوية يعني عشان تكبر علاقتها عشان تكبر علاقتها مع جيرالت أما نتكلم عن جيرالت طب تمثيل هنري كافل واي طب اقتبس الشخصية صح طب فأنا صراحة المسلسل العجبني قلت لكم بساعة أنا شوف أن The Witcher أحس أحلى من Game of Thrones آخر سيزن عندي ساونتراك تاب بار صد جنا في أشياء سخيفة باللعبة بس بشكل عام حلو حلو الكومنت اللي بعدها أو المشاركة اللي بعدها عندنا سارو فيكاي يقول مساء الخير الجميع تمام الخير هل توقعون لعبات Last of Us 2 Coast of Sushi ما رح تتتعرب وايد أنا شوف أن بلاي ستيشن مثل إيستي يهتمون بالتعريب بس Last of Us 2 ما توقع ما توقع Ghost of Sushi ما توقع تتعرب وليش في ألعاب تتعرب في ألعاب ما تتعرب وشنو السبب على حسب الشعبية تقريبا أغلب ألعاب بلاي ستيشن تعربت فترة أخيرة على حسب الشعبية على حسب البوبليشر الناشر أقلبها لكن Last of Us أنا شخصيا ما توقع أنها تتعرب بغض النمر عن الشعبية مسألة الشذو شذو راح راحت أوكي غاضي إياه يقول لك أنا حين Last of Us أوكي عشان المشاهد مشاهد بس Ghost غريبا في حتمال يعربونها لأنها تاريخ وقصة ديب راح تكون طبيعي أن يعرب أغلب العهم يعربونها بس تتكلم عن تاريخ تحتاج كلمات صحيحة تحتاج شو المشكلة شو يطورون نفسهم دوزلهم أساسك شون عربوها أساسك قمة التاريخ عندنا أم ناتا هيرو هذا اسمه سلام عليكم متحيات لكم أبوش الهب عليكم السلام أبوش الهب وعيد ناس قد يقولون يا وحش يا وحش حجيني قعتمار نبنادي تابعون أنمي شنو أفضل أنمي تابعتو جاوبنا عليها وعيد ناس قد تسألنا على أنميات صح أفضل لعبة مختبسة من أنمي أنا أذكر في لعبة مختبسة من أنمي عجبتني من الزمان تذكرون غان غريف أوفردوز اللي على البلاي ستيشن أي توتنا هذي أكثر لعبة أنمي عجبتني أنا بالنسبة لي أفضل لعبة مختبسة من أنمي لعبة بيرزيرك اللي نزلت على الدريم كاست هذي كانت أفضل لعبة أنمي فايد ما عدنا الليلة ما نزل لا أنا ما تابع أنميات بس اللعبة يمكنني أذكرها اللعبت عشان وتشفت لها الأنيميل وأفرو السامراي تمنى لا صح اللعبة ترى كانت حلو حلوة اللعبة نتسأل بسلسل كان حلو الأنيمي حلقه عندنا ملوتة ملوتة بي اس شواب سؤالي شون تتوقعون من يوب بي سوفت أو أقالك المثاني بس ما رح أقولها تسوي في أساسن كريد القادمة وتابعكم من يوم القناة القديمة يوطيكم الحافية حبيب نتشرفيك حيّا حيّا شون تتوقع من الشركة حق هذي سلسلة اتوقع واتمنى أنهم ما يحلبون زيادة على اللزوم لا لا أغلب لي شعاتنا أنها لحاقة بلسكندنافية ايه أوكي خالصي منها بس لا خلاص شوي رايحوا خففوا على سلسل كريد لا تصير كل سنة لا تصير كل سنتين عطوها فتشة شوي خليسي في شوق أنا ودي ودي يصير فيها شنو شوق شوق أنا والله ما كتراح أزل اللحظة الله بالخير والله لبت انتباهي ورب الكامل إذا الله بالخير الله بالنور هذا والله المطورين يدرون شو نهاية اللعبة وكاتبين نهاية اللعبة صح أوكي خلصوها كتبه وخلص يلا ألو يوبي شو رأيك بالقرطة بحرم كلم كلم بحرم عندنا بوداحم يقول سامعيكم يا أحلى وأقوى جروب ألعب العالم يلا سلمك أنت واي طيارتنا بوك سؤال للجميع شنو أقوى جزء من أي سلسلة أنت تحبها ومع ذكر السبب سؤال شخصي شنو معنى كلمة خشف هذه أنا قلتها قبل جاوب على الخشف أول كنت بس الوالدة لكن خف تطلع مسبة وتزعل علي وتحرمني من المشبوس والخنفروش أسم عليه طالة خفوش البحرين أخوكم عبد الرحمن البحرين جاوب الخشف تعرف شنو خشف؟ جاوب الخشف يعني جميل مزيون مزيون حق البنت حق سبا يصير انت خشف ماذا حق سبا يصير هو الغزال الغزال أول ما نولد يبدأ يمشي هني يكون عرض خشف حلو أفضل جزء من سلسلة بالنسبة لي متل جير ثري سبقتك متل جير ثري سنيك إيتر ياكوزا أي جزء أخلص ياكوزا 5 رزدنت إيفل 1 الريميك متل جير ثري سالنت هال 2 هذا من كل سلسلة ماذا يقول داكسولز أنا صجحة بس في أهم سلاسة نقول رأيك مفهد عدم على شكل سلسلة غالفور وايد حلوة أفضل جزء أفضل جزء الثاني 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 تك 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 لا شنو تك تك غلبني تك تك ثاني عندك واحد قال عندك الشسمة هذا الأخير هم حلو ترا وايد كان والأول بي اس بي كله نبي رايك هو هو ما يبيك تقنع يبي رايك السلسلة كلها أجبتني هو قال لك أفضل جزء من السلسلة جزء من السلسلة ثاني 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 قال حلو ثاني جبار ثاني جبار عندنا ونو سلطان أخشفي خلاص نخشفي عندنا عادل الشمر يقول أول شيء أشكر فريق مميز على البودكاست الجميل بعد رأيس سؤالي حقب فهد ما هو تقييمك المستوى صعوبة كود فين لشخص ما عمره لعب سلس كود فين لشخص ما عمره لعب سلس ركز كود فين ترى مو صعبة وايد أسهل من سلس يعني حتى معاك واحد يساعدك من البداية تقدر تطلب واحد مساعدة من أونلاين ولدرجة يا رجل تطلب واحد مساعدة يا رجل تدخل نيو جيم بلاس ألو مساعدة إزاي موجود بطلبات لحظة تدخل نيو جيم بلاس نيو جيم بلاس يخيرك يقول لك تبيها صعبة مضاعفة ولا نفسها إذا أنت بتلعبها كلعب وناسة أي مرة واحدة أما أنت بتلعبها كتروفيات كيف يكتب تاخذ صعوبة ولا أنا خذيتها عشان ترميت خذيت صعوبة نفسها عشان بس أخلص من اللعبة لأنها هي لعبة مرة واحدة وممشي تدمح البص منطقة واحدة يا رجل المهم كنت أوريكم بالواتساب دمج واصل نحن خلصنا اللعبة معاك بالواتساب نحن خلصنا اللعبة معاك بالواتساب نحن خلصنا اللعبة حلوة تستاهل النظام حلو بس نصيحة لك لا تاخذ كلامي على طول روح شوف اليوتيوب شوف طريقة اللعب أوله و 15 دقائق شوف شوال نظام اللعب حتى مراحلها ترك صغيرة ترى هي مرحلها الكبرى المصمم شو سوي لا فلك الشارع مسوي شذي 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 رات شذي عندنا خالف فرحان يقول سام عليكم تحية لأسطورة أبو جرايد يه أعطيها 5 من 10 أنا شفيني إجاباتي أخوة والهاد أبو عرب والجميل أعتابي بقبوس النمسيس أبو فهد صعوبة 5 من 10 بو لد فيني كلام با جاوب لما ترد البيت دقائق علينا كمل جواب طبعا ما عندي سؤال بس أتمنى أنكم الصحابة العافية الله يسمونك خيرا سؤال واحد بسمحيون للاحية كريتوس فهد شون سواها وتعيل للرابع عشق عم الجوزة رائعة حبيب عندنا دراجون بول زد أوف كاكاروت يقول هسؤال والله بليوم ماسكا مع غلط عندنا دراجون بول زد أوف كاكاروت يقول سؤال موجه لكل عضو في الفريق ما هي أفضل لعبة في التاريخ بالنسبة لك كل عضو ما راح نلاحق عليهم والله سؤال كوائد صعب عادي يجاوب لعبتين اللي نايم واللي ما عرف ما عرف سأل انت هل تورز هذة مثل قير 3 أفضل لعبة بالتاريخ بفاهد صعب ما عيد ما خالف لا أطني لعبة ما أقدر غدافور ردت عندي عندي سولز عندي سا أوكي كل لعب لقياسي أوف كين سور ريفر عندنا تهاني اس سامعكم جميعا ما عندي أسئلة لكن فقط حبيت أشكركم جميعا كنت أتابعكم من أيام سلسلة معلومات السريع كانت تنعرض بفترة مريت فيها بظروف صعبة وضغط نفسي وكانت فيديوهاتكم من الوسيلة الترفية اللي أقضي فيها وقتي الساوجين الله أخير يلامس فؤادي شكرا مشكور أختي شكرا شكرا لكم جميعا ونوات ذا يا طالب والله تصدق على هذا الكلام اللي يونس لا يجري لازم ترى مجمورين تشدون حياتكم بمعلمات السريع إن شاء الله إن شاء الله جميعا أنا مالي شغل هذا جدام الجمهور إن شاء الله أيامكم كلها سعادة والله أبعد عنكم الضغط النفسي وإن شاء الله تسمتهم معنا على طول إن شاء الله يا حبيبي الأصلي لوب وكي دابليو يقول تحييه لمستر ياكوزة والأوست عتيبي السؤال هو اختار لعب لعب وحدة فقط سأقول له هاري ميك عندنا وجيه سليمان السلام عليكم يعطيكم العافية من زمان خاطري أسأل هذا السؤال لحتفهم بالعب وجاء وقته سؤالي موجه لعتيبي مثلا المطورين يغدمون لعبة عالم مفتوح وقصتها عالم مدمر ويعيشوا في أماكن محددة عشان يهربون من الموت وبعدين اللعبين يقولون سلبيات هذه اللعبة إن العالم فاضي ما في حيويك كيف أنت كلاعب تبيع عالم مدمر ويكون حيوي نفس ردت بهموني مردت لا مردت هو قاعد يقول هو قاعد يقول إن مفهوم اللعبة إن العالم يكون مدمر ما في أحد أو من حاشين من الموت شلون الناس تقول عالمها فاضي كيضا رح يكون عالمها فاضي إنه مدمر أوكي بس ردد هو قاعد يقول شلون تابونها مثل ردد طبعا إذا مدمر لازم يكون عالم منتهي مترو هو سمع ردد اشتط عصب والله عندنا عندنا أسامة العمران يقول بعرب يذكرني بسيباستين بطل لعبة إيفل وذني شبهها صح شوي البيكسل ممبوض عندنا يقول الله يوفكم يرزكم سؤال بفهد خلاص اجمعين يا رب في لعبة عندي حلوة ما أدري إذا أنت لعبتها اسمها رحلة الرجل العجوز جيرني جيرني ما لعبتها بس أنصحك أنصحك تلعب تحت تلزون علي شالد الفلايت شالد الفلايت لعبة اللعبة هذه مدعيني اللعبة حلوة شخصية بنت الطفلة بس وائد حلو بسيطة اللعبة حل عليها موسيقى 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 أو أس تي شك هذا أي لعبة شالد الفلايت جبارة سؤال ثاني شرائك بجريد في يكوز سيكس عندك الموضوع يعني خانا أقولك بشكل مبسط أقوى شخصية بياكوزا هو كازوما كيريو وياكوزا سيكس هي نهاية قصة ياكوزا كيريو ياكوزا كيريو كازوما كيريو حلو شخصية قوية يبي ينهي لكيها بلعبة فهني يكون توقعاتنا يا معود شواني إنهون شخصية من أقوى الشخصيات بس سووها صح يعني كانت نهايتها جبارة نهايت الشخصية ما مات بس قاعد أقولك إنهون قصته والله أنا شي شوقتني لازم أن يأكوزا فاللعبة كان الجرافيكس معلها جبار وايد غوي وايد عطوا الشخصية حقها وعطوها نهاية محترمة هذا تم سيكس وثري بعدين أكشن ما رحفها بالقصر أحييلك السؤال إيش رايكم في لعبة Left Alive لا تواقع سوال صالفنا عن حمد يقول لا لا تحية لبو عرب إنسان محترم وهادي يعني إحنا ما محترمين أخوي إحنا محترمين بس مهادي أحدا واحد فينا أبو فهد أخوي أخوي الغالي أخوي 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 أزعستكم إيش رايكم في لعبة Dishonored عجيبة Dishonored حلوة واحد حلوة Dishonored Dishonored الفيرس بيرسن Stealth مالة Bethesda أوكي اللي بعد عندنا فوفو بي تي يعطيكم العافية رايكم في دايلار ما 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 علاقة هو هو بمجالة الله يوفق بمجالة وإحنا بمجالنا مجال الله يوفقنا بمجالنا عندنا موسى البارقي يقول سامعيكم سوال لمطلق جريد هل لعبت لعبت الرعب Them and us وإذا لعبت وش رايك فيها أنا ما رأي اسمها أنا بعد ما رأي اسم سمو الله شو اسمها أهما وإحنا Them and me إحنا إحنا مو أنا Them and us أس مادر يوسف زي يقول يعطيكم العافية الرابع أبي كل واحد منكم بالبودكاست يعطيني جوابه سؤاله وغاية أفضل لعبة من إنتاج ستوديو ياباني الله أفضل لعبة من إنتاج ستوديو ياباني وهي صحف أفضل لعبة من إنتاج مثل جير أنا أنا أتخلى للعنصرية شوية زلدة صحي زلدة راحت عمبالي مادرك أقدر أقول ديفل ماكراي ديفل ماكراي ممكن ممكن تكون مادر لعبة قوية سولز ما لا بس يعني ديفل ماكراي عمر أقدم كان عمرها أقدم وسلسلة يعني سؤالك باغتنا فاجأنا اللي بعدها نفسها هو الشاء هو نفسها يوسف يقول أفضل لعبة من استوديو غربي أنا بالنسبة لي أنت أتكلم عن جمجيل باثيزدة من سكايريم والأمور من باثيزدة بالنسبة لي قادفور تسمع تشكال باثيزدة من سكايريم لا لا من سكايريم من باثيزدة بالنسبة لي قادفور استوديو غربي أنشارتد أنشارتد في مشكلة يوسف يعني صحب تختار والله حكرتنا بزاوية يلا أنت جاوب الحلقة الآية راح تكتب لنا جوابك بعدين تشارك لا أظن لأن أنت عندك وقت تفكر وإحنا صدامنا وايد العب وايد العب فهذا اللي كان معنا اليوم يا الرابع مشكوري للمتابعة لاتونيوم جيم عرب ويم أنت ليش اللودي ما لك بضي بوفرنج بوفرنج ستريمينج شلو النت اللي شغال عليه أخوي دايلب تذكر على الصوت والله يا جماعة أنا ما دل يوم الظاهر هو شابك أحد شال التليفون والله يا جماعة اليوم الجامعاتي بتأخري يعني خلصوا وروعون السؤال المعدة ولا إجابت بتكمل لا حيشني لا يقعنا اليوم واضح يعطيكم العاب يا الرابع مشكوري على المتابعة استمتعنا استمتعنا بسئلتكم صار فيه تغيير بجدول البودكاست ستنزل الحلقة إن شاء الله الخميس ستنتحون كيف تشوفونا الخميس خميس لأن الأسبوع اللي آية سنأخذ إجازة إجازة ما رح يكون في بودكاست نحن آسفين بس نوعدكم رح نرد لكم بس نهاية هذا أنا هذا أنا بتأخر موخي بتأخر نرد لكم بس نهاية إن شاء الله برايك أسبوع برايك رح نولح عليكم رح تالهون علينا ناخذ برايك شوي من هب ونطيح لقيم هذا نيو يير مالك نيو يير أنا قلت بسافر أول شيء مع الأهل وشيذي بعدين وقت فراغي وبالليل شاي حليب بالليل بساجة ولي قهوة قهوة وككاو ككاو دارك دارك شوكلت شوكلت لكليت أبو فهد لحي لا لا خلصت شكرا 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 مع السلام مع السلام مع السلام مع السلام متأخر يعني رح نيجاوب وبعد رجال أكسوان أخير شكرا شكرا شكرا